في قبول حال التكليف منذ توليه منصبه رئيساً للوزراء في العراق قبل نحو سنة أطلق مصطفى القاظمي كثيراً من الوعود بشأن مكافحة الفساد الذي يتمدد في مفاصل الدولة العراقية ويضرب أوصالها غير أن واقع الأحداث خلال الشهور الماضية بيّن قدراً غير قليل من التناقض في كلام الرجل فالفساد في العراق لا يقف عند صغار المسؤولين بل إن مافيا الفساد يديرها مسؤولون من الصف الأول الحكومي وزعاماء سياسيون وميليشيويون بينما حكومة القاظمي تطارد بعض صغار الموظفين مدعية أنها بذلك تحارب الفساد حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرة وطالت بعض رموز الفساد وصفها مراقبون بالخجولة إذ أنها حتى الآن لم تتعرض لقيادة الصف الأول الذين يملكون القوة الميليشيوية والنفوذ السياسي بل والدعم الخارجي كذلك الأمر الذي يجعل من محاسبتهم مهمة محفوفة بالمخاطر التي تهدد ربما بقاء القاظمي نفسه كرئيس للحكومة وعلى الرغم من أن هناك أكثر من جهة رسمية تعمل تحت شعار مكافحة الفساد إلا أن كل تلك الجهات لم تعلن حتى الآن عن محاسبة ولو شخص واحد من سراق المال العام أو تعد أي من الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة وبحسب أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية فإن هناك تواطؤا حكومية يتسبب في استمرار الفساد لا سيما أن بعض الشركات التابعة لأحزاب سياسية تحظى بإعفاءات جمرقية تصل إلى سبعين بالمئة على المواد التي تدخلها إلى العراق في المحصلة فإن الفساد الذي يحظى بنفوذ سياسي ودعم خارجي يتعلق بمنظومة الحكم القائمة في العراق ربما لا يمكن لأي حكومة القضاء عليه لو لم تحظى هذه الحكومة بدعم داخلي يستند إلى عملية سياسية منصفة يراها الشعب معبرة عن آماله وطموحاته ومدافعة عن خيرات العراق ومقدراته